بعد أن كان عدد المتنافسين على 329 مقعد انتخابي في عام 2018 قرابة 7000 مرشح أصبح عدد المتنافسين اليوم لا يزيد عن 3500 مرشح تمهيداً لانتخابات أكتوبر المقبل وبالتوافق مع قانون الانتخابات الذي يعتمد الدوائر الصغيرة وتحت إشراف أممي ما يدفع بعض القوى السياسية الكبيرة لإشاعة تأجيل الانتخابات بحسب مراقبين المتتنبع للمشهد السياسي يرى بوضوح سعي الكتل والشخصيات البارزة إلى تأجيل الانتخابات وربما حتى إلغاءها لأنهم في قناعة تامة بأنهم سيفقدون مناصبهم التي حصلوا عليها نتيجة عدم تحقيق مطالب الشعب الذي انتخبهم لذلك أرى من المواطن أن يكون أكثر جدية في المطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها لا سيما إذا عرفنا بأن بحثة يونامي الأممية ستكون حاضرة بقوة لمتابعة سير الانتخابات لعلها يشوبها الكثير من التزوير التأجيل يصب بالضد من مصلحة البلاد وإرادة الجماهير الذين قالوا قولتهم عام 2019 بتظاهرة لا يزال العراقيون يدفعون ثمنها حتى الآن أعتقد أن تأجيل الانتخابات هو انتحار سياسي بالنسبة للقوة الأساسية الفاعلة حتى القوة السياسية التقليدية يجب أن تنتبه إلى أن تأجيل الانتخابات هو ضربة لطموحات الشعب العراقي الذي فقدت ثقة بالعملية السياسية وفقدت ثقة بالفاعلين الأساسيين في هذه العملية منذ 2003 وحتى اللحظة هذا لا يصب في مصلحة الشارع ومطالب الجماهير واضحة لا تخفى على الجميع وهي قبل سنتين الاستياج الشعبي الحديث والمظاهرات هي رادة الانتخابات المبكرة ورغم أن البيئة الانتخابية خاضعة حتى الآن إلى المال السياسي والولاءات العشائرية والمناطقية بالإضافة إلى النفوذ عبر السلطة أو السلاح المنفلت إلا أن الحكومة الحالية تحاول تهيئة بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات بموعدها المقررة من بغدار زينب المشاط التغيير ترجمة نانسي قنقر